مبارح كمان كان عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب ويمكن العزاء ده حضر فيه عدد كبير جدا من الشخصيات العامة وكان ناس كتير قوي 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 بمختلف الانتماءات حرسين أشد الحرص على مواساة الكابتن محمود الخطيب في أو بعد وفاة شقيقته من خلال هذا العزاء وهنا ده اندال يدل على مدى يعني حب الناس لشخص الكابتن محمود الخطيب الشخص المهزب المحترم صاحب الأخلاق العالية جدا واللي دايما بيتمتع بعلاقات جيدة مع الجميع واللي عمرنا ما شفناه بيغلط في أي حد بل بالعكس دايما فيه إجماع على أخلاقه واحترامه وأدبه وتربيته بكل تأكيد فخلص العزاء مرة تانية لكابتن محمود الخطيب بكل تأكيد ويمكنها كنت موجود مبارح في العزاء ولمست قدل الحب الكبير جدا جدا للكابتن محمود الخطيب من كل الحاضرين والحرص الشديد على التواجد يعني لكن بس عايز أقف على أو عند الصورتين دولاريت نعرضهم تاني يعني صورت الكابتن محمود الخطيب وتواجد كمان المهندس محمود طاهر رئيس نادي الأهلي السابق وموساته لكابتن محمود الخطيب وأيضا تواجد الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق في يعني مناسبة حزينة زي دي وده أكيد شيء مهم جدا جدا الصورتين اللي انتوا شفتوه وشفتوهم دول وده اندال يدل على أن كل ولاد النادي الأهلي على قلب رجل واحد سواء في الحلوة أو في المور وهي يمكن دي أو ده اللي احنا دايما تعودنا عليه داخل النادي الأهلي الناس كلها بتكمل بعض لمصلحة الكيان المهندس محمود طاهر طبعا كان موجود في فترة كبيرة جدا أدى دوره على أكمل وجه والناس كلها بتحترمه وتحبه وتقدره بشكل كبير جدا وبصوا العلاقة ما بينه وبين الكابتن محمود الخطيب عاملة إزاي وحرص المهندس محمود طاهر على موسات الكابتن محمود الخطيب في المناسبة الحزينة دي برضو كابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق اللي كان متواجد واللي أكيد هو قيمة كبيرة جدا جدا من القامات الموجودة داخل النادي الأهلي وفي عهده شفنا أفراح وإنجازات وحاجات كتير جدا جدا كويسة في الحقيقة فالصورتين دول يعكسوا لك على طول كده إيه؟ الأهلي كلمة الأهلي من خلال الصورتين دول شوف العلاقة دايما كويسة أوه ممكن مجلس كان موجود ومشي مجلس دلوقتي تاني موجود وفي مجلس أسوأ كان بالمناسبة الموضوع مش يتعلق برؤساء الأندية بس يعني كابتن حسن حمدي بس أو مهندس محمود طهر بس لا أعضاء مجلس الإدارات المختلفة أو المتعاقبة على مدار الفترة للفاتر الكل كان حريص على موضوعات كابتن محمود الخطيب أنهم يكونوا جنبه في مناسبة حزينة زي دي يعني فده بيعكس بيعكس الاحترام المتبادل المتبادل دايما داخل النادي الأهلي هو ده اللي احنا تعودنا عليه مش عشان مثلا أو أصلا ما فيش خلاف ما بينهم وبين بعض بل بالعكس فيه ود وفيه تواصل بالمناسبة وفيه احترام كبير جدا جدا وتقدير بشكل مميز وهو ده النادي الأهلي لا عمرنا شفنا مثلا رئيس نادي بتجاوز في مجلس قبل كده ولا عمرنا شفنا رئيس نادي بتجاوز في أصابق مثلا بتجاوز في المجلس الموجود الحالي يعني خالص الكل بيلتزم من الصمت الكل بيدعم اللي هما موجودين في المسئولية دلوقتي واللي حيجوا في المسئولية بعد كده اللي كانوا موجودين هيدعموهم هو ده النادي الأهلي وده سر نجاح النادي الأهلي حتى لو احنا بفترة فاتت مش موفقين في بعض الإخفاقات وكلام ده ده طبيعي عمرنا ما حنفضل نكسب على طول عمرنا ما حنفضل ناخد كل بطرات على طول لكنها عندنا الأوقات الفرحة أكتر بكتير جدا جدا من أوقات الانكسار أو الأوقات اللي متعرض فيها لهزايم مثلا أو إخفاقات يعني فهو ده النادي الأهلي الصور بتتكلم لوحدها